نظم مركز لندن لجراحة الثدي بدعم من لجنة يوسف وعايشة المؤيد للعمال الخيرية أول حملة ميدانية من نوعها انطلقت من المجلس الأعلى للمرأة كحافلة طبية متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تجوب مختلف مناطق مملكة البحرين وتأتي هذه المبادرة مع احتفاء المجلس الأعلى للمرأة بشهر أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وضمن مساعيه لتحسين جودة حياة المرأة التي تعنى بتمكين المرأة بحياة كريمة في جميع مراحلها العمرية امتلاك سمة روح المبادرة نحو خدمة المجتمع دون مقابل خاصية لها العديد من المفاهيم السامية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا مع مختلف القضايا التي تهمها وتزامنا مع شهر اكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي تنطلق من المجلس الأعلى للمرأة أول حملة ميدانية على شكل حافلة تضم عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي يرافقها الأطباء والاختصاصيون المبادرة اللي نحن نشوفها أنه هي مبادرة يعني متميزة أنها تقايمة أنها تقول في عربة أنها توصل لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع البحريني اليوم نحن عندنا فيه شوية تراخي أن نحن نوصل عساس أن نسوي لنا فحص أنه ممكن يقيننا من مرض ومعاناة هذا المرض والكل يعرف معاناة هذا المرض اليوم هذه المبادرة سوف تصل إلى المرأة في مكان إقامتها تحت شعار لا تتهاونين بالكشف المبكر حياتك غالية تجوب هذه الحافلة العديدة من المناطق في المملكة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لنشر الوعي بمرض سرطان الثدي وتحفيز النساء البحرينيات على إجراء الكشف المبكر إذ يحتل هذا المرض المرتبة الأولى بين السرطانات في البحرين بنسبة 37.4% إلا أن نسبة الشفاء منه ترتفع لأكثر من 90% في حال الكشف المبكر عنه حافلة متنقلة تحتوي على أجهزة الفحص المبكر وتجوب إن شاء الله جميع مناطق البحرين جميع المحافظات لإجراء الفحص الثدي والكشف عن الأورام في مناطق البحرين ستتوقف عربتنا بإذن الله بالتعاون مع وزارة الصحة في المراكز الصحية سيكون لدينا الفريق مالنا سيحمل مجموعة من المنشورات للتوعية بسرطان الثدي وتوزيه على النساء المتواجدات في تلك المناطق أو المراكز الصحية ودعوة هذه النساء لإجراء الفحص داخل عيادتنا وبعد إجراء الفحص يتم إعطاء تقرير مباشرة للمريضة ويتم الحصول على نتيجة الفحص مباشرة بعد إجراء الفحص وفي حال تواجد أي شكوك بوجود أي أورام لا سمح الله أو أي مشاكل يتم تحويل هذه المريضة لإجراء فحص أكثر شمولية في مركزنا أو في أي مراكز من المراكز الأخرى في مملكة البحرين بناء على رغبة المريضة ومتابعة هذه المريضة وطبعا في نهاية الفحص إن شاء الله سنقوم بإجراء دراسة شاملة للعينة التي سونا لها الفحص في جميع مناطق البحرين بدراسة شاملة ومكثفة وسوف يتم الإعلان عنها بإذن الله هذه المبادرة نظمها مركز لندن لجراحة الثدي وضمن سلسلة فعاليات المجلس الأعلى للمرأة التي تهدف وبشكل رئيس إلى التوعية والتعريف بأهمية إجراء الفحصات الطبية والشخصية الدورية وبشكل مستمر لمختلف الفئات العمرية حتى الكشف المبكر عن هذا المرض فالوقاية خير من ألف علاج من هنا ومن هذه الحفلة الطبية المتنقلة تنطلق أول حملة ميدانية للكشف المبكر عن سلطان الثدي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين